اشتركوا في القناة في الامور الفنية ولا بتكلم في قدرتنا ولابد من الدعم انت بتكلم في التاريخ بيذكر ايه التاريخ دايما بيذكر اما الانجازات او الانكسارات التي تؤدي لفضائح وهي فضيحة جديدة على يد الارجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لما سئل الراجل ما بين جهازه المعاون قال انها نتيجة طبيعية تاني كوبر فجر مفاجأة وحمل اتحاد الكرة المسئولية بعكس تصرحاته المعلنة لداخل او لوسائل الاعلام بانه هو المسئول الاول والاخير عن النتائج ولكن طبعا ما حملش نفسه المسئولية وقال كمان ان ده وضع طبيعي للتخبط والعشوائية الادارية لادارة اتحاد الكرة ده الكلام اللي اتكلموا كوبر خلال الفترة اللي فاتت وبدأ يشهد في الايام القليلة وبعد الهزيمة ارتباج داخل معسكر المنتخب الوطني لدرجة ان احد اللاعبين قال بعقب المباراة مباشرة قال احنا خسرنا بسبب النواية السيئة داخل المنتخب الوطني وداخل اتحاد الكرة وليس بسبب امور فنية ولا يتحمل ده وفقا لكلام احد اللاعبين ان اللاعبين لا يتحملوا اي مسئولية من فضيح اتشاد هي فضيحة بجد الناس اللي هتحاول تقلل او تحاول ان هي تتكلم على ان المباراة مباراة عادية وان فيه تسعين ديئة عدت وتسعين ديئة جاية لا لما تتغلب من فريق مع احترامنا لي ومع كامل احترامنا لتشاد ومنتخب تشاد لكن في النهاية لا يقارن بالنسبة للكرة الافريقية مع منتخب مصر ولا اكتب موسيقى 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 موسيقى